السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشياء تجلب لكم السعادة والرزق وتيسير الأمور يا طرأ إيه هي تعالوا نعرف بس نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من بديع كلام الإمام القيم الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة كلام في غاية الروع ينقش على الصدور بماء الذهب فمن بين هذا الكلام كلامه في كتاب الداء والدواء حيث قال الإمام ابن القيم واسمعوا بقى لهذه الكلمات العجيبة قال الإمام رحمه الله حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا فإذا أردت أن تعرف حالك في قبرك فانظر إلى حال قلبك في صدرك فإن كان قلبك ممتلئا بشاشة وسكينة وطهارة فهذا حالك في قبرك بإذن الله والعكس صحيح ولهذا تجد كل ذا كلام الإمام ولهذا تجد صاحب الطاعة وحسن الخلق والسماحة أكثر الناس طمأنينة فالإيمان يذهب الهموم ويزيل الغموم وهو قرة عين الموحدين وسلوة العابدين ثم ختم الإمام كلامه بقوله من أدام التسبيح إن فرجت أساريره الأسارير اللي هي الخطوط التي في الوجه والجبهة زيك الإنسان تليه لما يكون منشرح يعني البصة إيه وشه ومسه الله مبتهج لما يكون مكشر تليه الخطوط في الجبهة كده إيه يعني ثلاث خطوط أو خمسة أو أكثر زي ما هو عايز يعني قال ومن أدام التسبيح إن فرجت أساريره يعني فريحة وسرة واستنارة وجهه يبقى من أدام التسبيح إن فرجت أساريره أدي رقم واحد ومن أدام الحمد تتابعت عليه الخيرات أدي رقم اتنين ومن أدام الاستغفار فتحت له المغاليق دي رقم ثلاثة هنا انتهى كلام الإمام رحمه الله رحمة واسعة فبعد الكلام الجميل اللي قاله في الأول ده كله تمام ختم بتلك الأشياء الثلاثة ليه التسبيح والحمد والاستغفار كان أحد السلف طول ما هو قاعد يقول الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله فقالوا ألا تحسن غير ذلك قال بل أحسن كثير عندي عندي أذكار كثيرة لكن العبد ما بين نعمة من الله تستوجب الحمد وما بين ذنب يفعله العبد يستوجب الاستغفار فأنا أحمد الله على نعمه وأستغفره من ذنوبي يا سلام على فقه هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة فالإمام ابن القيم بيقول لنا ثلاث حاجات لو هندوم على التسبيح تنفرج الأسارير نفرح ونصر وتكون حياتنا كلها سعادة طب ليش معنى يعني قالك لإني التسبيح أولا ده أحب الكلام إلى الله ثانيا يكون سبب لتساقط الذنوب ثالثا لأنه غراسنا في الجنة رابعا لأن التسبيح بيطوف حول العرش يذكر بمن يسبح باسم الله سبحانه وتعالى نعم أيوة رب الكعبة قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله مئة مرة يعني ربح ألف حسنة وغفر له ألف سيئة وقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحطز أو لتساقط الذنوب عن العبد كما تساقط الشجرة ورقها الله أكبر وقال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله أي من تعظيم الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وإنهن ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبها ألا تحبون أن يكون لكم من يذكر بكم أي من يذكر بأسمائكم عند عرش الرحمن سبحانه وتعالى إذن الإنسان لو داوم على التسبيح بفضل تنفرج أسارله حياته تتحول إلى قمة السعادة حتى لو كان فقيرا حتى لو كان مريضا حتى لو كان يعاني من ابتلاءات إلا أنه سيكون راضيا عن الله وراضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى يبقى من أدام التسبيح انفرجت أسارله ومن أدام الحمد تتابعت عليه الخيرات طب ليه قالك لئن ربنا كده لئن شكرتم لأزيدنكم أنت بس أشكر وحضرتك أشكري وتلاقوا بفضل الله العوض من عند الله سبحانه وتعالى بنشكر ربنا على السراء وعلى الضراء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يبقى من أدام التسبيح انفرجت أسارله ومن أدام الحمد تتابعت عليه الخيرات ومن أدام الاستغفار فتحت له المغاليك يعني المغاليك بقى الدنيا وقفة في وشه الدنيا معقدة الحياة كلها أصبحت سواد كل لما يخش في مشروع يخسر كل لما يروح يقدم نفسه في وظيفة يسقط كل لما يخش في دراسة يعيد السنة كل لما يخش في جوازها ما ينفعش الدنيا ما تمشيش الدنيا كلها متأفلة من أعظم أسباب فتح المغاليك ديت الاستغفار والإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله لأن لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كما قال الإمام المناوي رحمه الله رحمة الله وسعة ما فتحت المغاليك بمثل قول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنني في الوقت ده بنخلع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي أي لا حول على فعل شيء ولا حول على ترك شيء إلا بالله سبحانه وتعالى لأنه لا فاعل في الكون إلا الله سبحانه وتعالى فالإنسان يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالأ ويكثر من الاستغفار ليه بقى؟ ألك لأن الذنوب تحول بين العبد وبين الرزق وبين التوفيق والسداد والرشاد والصواب وإن هو يوفق في حياته تمام؟ فلما يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتمحى الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى فإذا محيت الذنوب خلي بينه وبين الرزق وبين حب الناس وبين التوفيق والسداد والرشاد وكل حاجة وكل أبواب المغالق تفتح كلها بفضل الله لأن خراس الزنوب اتغفرت بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده عايز حضراتكم تكثروا تكثروا من ذكر الله على قد ما تقدروا وخصوصا التسبيح والتحميد والاستغفار والاكثر أيضا من لا حول ولا قوة إلا بلا الاستغفار سيدنا نوح عليه السلام قال لقومين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي بإسناد الحسن من أحب أن تصره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار وكان هناك نوعان من الأمان في الدنيا وجود النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات بقي الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فيا إخوان ويا أحبابي أكثروا من ثلاث أشياء التسبيح سبحان الله والحمد لله التحميد والاستغفار وزود عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله تفتح لكم أبواب الرزق والسعادة وتيسير الأمور وسعادة الدنيا والآخرة جمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر